عقد مجلس الوزراء اجتماع الاسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء اطلع مجلس الوزراء في مستهل اعماله على الرسالة الجوابية التي بعث بها حضرة صاحب السمو والامير حفظه الله ورعاه لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن التهنيات بمناسبة حصول حضرة صاحب السمو والامير حفظه الله ورعاه على شهادة تقدير من منظمة الامم المتحدة التي تعكس التقدير الكبير للجهود الكبيرة التي يقوم بها سموه وحفظه الله ورعاه في دعم الجهود الانسانية في العالم كما اطلع المجلس على الرسالة المواجهة لحضرة صاحب السمو والامير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تعلقت بشكر دولة الكويت لدعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة واطلع المجلس ايضا على الرسالتين التي تلقاهما حضرة صاحب السمو والامير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس الدكتور بونياي رئيس جمهورية بنين الصديقة ومن فخامة الرئيس الدكتور جولدك بيلي جونثن رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والتين جاءت في اطار العلاقات الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو والامير حفظه الله ورعاه من معالي بنكيمون الامين العام للامم المتحدة التي عبر فيها عن الشكر والتقدير لتبرع دولة الكويت خلال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لتخفيف اثار الازمة الانسانية في سوريا والدول المجاورة لها ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو والامير حفظه الله ورعاه من سعادة أنطونيو جوتيريس المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تضمنت التهنيات بنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي استضافته دولة الكويت كما رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد يوم غد الثلاثاء فخامت العهل الأسباني الملك خوان كارلوس والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بينهما وتدعم التعاون الثنائي في مختلف الميادين تحقيقا للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين وقد أعرب المجلس عن تمنياته لفخامة الضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حول مشروع تطوير مدينة الحرير الصبية وجزيرة بوبيان متضمنا تقييم الوضع في المشروع والإجراءات المطلوب اتخاذها للمضي قدما في المشروع وليتنفيذ الأعمال التنفيذية في ضوء الأهداف المستوفى في هذا المشروع الحيوي كما بحث المجلس المقترح الذي تقدم به فريق العمل والمتضمن تطوير الجهاز الحالي ليتولى قيادة العملية في مرحلتي الفكرة والتحضير وما يصاحبها من إبرام تعاقدات الاستشاريين والخبراء العالميين لإعداد الدراسات المطلوبة لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وكذلك الإسراع في دراسة وتحقيق متطلبات تشغيل ميناء مبارك الكبير والربط بينه وبين مشروع المدينة المقترحة وقد كلف مجلس الوزراء لجنة الشؤون القانونية بعداد مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير الصبية وجزيرة بوبيان الذي يسهم في دفع عجلة إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم بما يستهدف إيجاد كافة المقاومات المدنية المعاصرة الحديثة وإنشاء مدن صناعية وتجارية ومناطق ترفيهية وكذلك توفير مدن سكنية تستوعب الأعداد المتزايدة للطلب الإسكاني للمواطنين ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي